أصدرت مصر والصين بيانا مشتركا عقب قيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينجا في العاصمة الصينية بكينة حيث أشاد البيان بتطور الملحوظ في علاقات البلدين في كافة المجالات التي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة في أعقاب تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما في عام 2014 وبمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين فقد أعلن الرئيسان عن تدشين عام الشراكة المصرية الصينية كما ثمن الرئيسان توقيع البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام الخمسة المقبلة في يناير 2024 وثمن الجانباني الدعم المتبادل لكل طرف للقضايا الأساسية للطرف الآخر حيث سندت مصر والصين بعضهما البعض للدفاع عن المبادئ المشتركة والمصالح الجوارية وأكد الرئيسان على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع مبادرة الحزام والطريق وثمن الرئيسان التعاون المثمر بين مصر والصين في إطار منتدى التعاون العربي الصيني ورحبا بمخرجات القمة العربية الصينية الأولى في الرياض ترجمة نانسي قنقر